كلنا نعرفوا ساحة أودان اللي جاية في قلب العاصمة بنددوش مراد أبو الفاغ محمد الخامس في الصحمنين جاء اسمها هذا 1963 الدولة الجزائرية سمت هاد البلاسة اللي تكريم الشهيد مغيس أودان اللي كانت عنده حكاية قاسية مرتفطة بتاريخ بلادنا مغيس أودان كان شيوعي يحلم جزائر حرة وعالم عادل خاصة للطبقة العاملة المظلومة مغيس أودان كان قنا أستاذ تعرياضيات في جامعة الجزائر ودايما نوقف بجانب الطلبة في نضال نقابي والسياسي ضد الاستعمال الفرنسي في جنوبي 1957 اندلعت معركة الجزائر العاصمة البطاي دالجي وينو الجنرال ماسو زرع الرعف في القصبة بعنف كبير واستعمل تعديب ذات المجاهدين وفي شهر جوان اللي باغا الفرنسيين خطفوا مغيس أودان في الليل وسجنوهم على المناتلين جزائريين المجاهدين اللي كانوا محبوسين معاه حكاوا بلي مغيس أودان تحمل معاهم عدة أيام من التعديب خاصة عدب تري سيتي وفي يوم 21 جوان خطفوا مغيس أودان في دروف غامضة وحتى واحد من فاميلتو ولا من المجاهدين ما زاد شافوا الاستعمال الفرنسي من جهته أعلن بلي مغيس أودان هرب من الحفز مرت أودان كذبتهم وشكت بيهم واتهمتهم بالقتل تع زوجها تحت التعديب وعاونوها مؤرخون فرنسيون اللي خدموا طلحيتهم على انتقاد الاستعمار اللي كان يقول بلي التعديب في الجزائر ما كانش منها بصح هذا القضية ما تريقلتش حتى بعد تحريل الجزائر ومرت مغيس أودان ما زالت تطلب حتى اليوم الفرنسا باش تعترف بوش صار ويقولوا لها وين جاية جتة رجلها بصح ما جاوبوهاش أرغم أن الجنرال الفرنسي أوسارس المشارك بعملية التعديب استعرف قبل ما يموت بالجيوش الفرنسية استعملوا التعديب في الجزائر وقتلوا مغيس أودان تحت موافقة السلطات الفرنسية مغيس أودان وقف بجانب طوال الجزائريين كما بزاف من الفرنسيين اللي كانوا ضد الاستعمار وليماتوا لتحريل البلاد كما أنغي مايو وفرنان إفتان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر